حيث يشارك وزير الخارجية سمح شوكري في نيويورك في جلسة وزرية لمجلس الأمن بشأن غزة ضمن وفد اللجنة الوزرية العربية الإسلامية وقررت رئيسة الصينية لمجلس الأمن عقد الجلسة لاستعراض الموقف العربي والإسلامية الداعي إلى وقف الحرب في القطاع ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته للدفع باتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانية فضلا عن مطالبة أعضاء المجلس بالموافقة على اعتماد مشروع القرار العربي الإسلامي الخاص بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وبشكل كاف ومستدام بسبب تدمير مرافق الرعاية الصحية العامة وهذا يعني أن توفير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال غير متاحة للعديد من المعارضين للخطر في سوريا نرحب بتجديد الاتفاق بين الرؤون المتحدة ودمشق حول استخدام باب الرعي وباب السلام ونستمر في التعبير عن دعمنا لتوفير المساعدات من خلال كل الوسائل في سوريا كل المسارات ينبغي أن تظل قائمة طالما ظلت الاحتياجات ونأسف للأسف أن خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا